السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتسبعين ومشاهدي الأعزاء لقناة أقوم براهيم للعقارات من الناس اليوم هاته نقترح لكم عقار من الفئة المتوسطة التي تتواجد في منزل التي تكون مسبلي وجوج طوابق كل طبق فيه 4 شقاق هذا مشروع اقتصادي هذا الموضيل لدينا كل طبق فيه 14 شقاق على الدخلة كما رأينا مباشرة دخلنا لقينا الصالون بمساحة كبيرة لدينا هنا المطبخ حتى النسبة للخدمة والفينيسيون تبارك الله نقية الفينيسيون تبع المطبخ كما تنشوفه طالح حتى الثقاف نسبة للنوافيد من الاليمينيوم النوع الجيد كين عندنا سراجم اللي فيهم الريدو الكريك كما لاحظنا أن هذا المشروع هذا ما زال في الأشغال النهائية نتاعه ما زال في التشطيبات النهائية خدمة تبارك الله اللي هي مقية وما تتحش براسك بأنك تتواجد في مشروع اقتصادي خدمة متولة مخدومة على حقه وطريقه بالنسبة للأرضية فايانس أنه عجيب لقبز كامل فوق بلافون السراجم كما ذكرت كين السراجم اللي فيهم الاليمينيوم نتاعهم وفيهم الريدوات اللي تتحكم فيهم بالضوء إليك تخيك وكما شونا أن مشروع اللي هو صغار ما فيه شي عدد كبير نتاع الشوقاق فمجموع انتاع الشوقاق اللي تم لبيع انتاعهم لأن مشروع كما ذكرت أنه مشروع صغار وعدد وليس لأولونتاع العمارة فهو صغير كان فقط سفلي وجوجنتاع الطوابق كان بلوك اللي فيه باب تجمع ستنتاع الشوقاق كان بلوك اللي تجمع تسعان تاع الشوقاق وكان بلوك اللي تجمع فقط اتناش الشوقاق بالإضافة أن هذا المشروع هذا عندك الباركينج عندك الصوصل بالنسبة للسيارات موقع انتاع وجد استراتيجي التي تواجد في حي الزيتون من القرب من الكل ينتعى العلوم فكما تنعرفون موقع اللي هو استراتيجي موقع حيوي بالنسبة للسومة الكرائية مثلا قل بحل هذه الغرفة هذي تطلقات السومة الكرائية انتاع أكثر من 800 درم فهذا لموقع هذا فمشروع للسكن ولا الاستثمار فهو مشروع جيد بالنسبة للناس اللي تهمهم هذا العقار هذا فقط كيوم النومي تصلوا بنا ولا يدروا زيارة للمكان مباشرة فقط انهم يتصلوا مع السيدة اللي مكلفة بالنشرع يوريوا هاد الفيديو انتاع مثلا هاد الموضيل هذا اللي تتوفر لنا على ثلاثة انتاع الغرف بالتمن الاقتصادي لان صراحة ان الشقق اللي هي متميزة ولا الشقق اللي تتكون فيها ثلاثة انتاع الغرف فمازال متوفرين عدد اللي هو قليل فالصباقين هما اللي ينالوا لهذا العرض هذا بالتمن جد تفضيلي وبالتمن اقتصادي مازال موضيلات وحدين خلال اللي ان شاء الله من بعد هادي نعودون ان اقترحوهم عليكم وصلنا نهاية انتاع الفيديو تنشكركم على الوفاء انتاعكم ولا تتسبوا الفيديو حتى لهذا المرحلة دمتم في رعاية الله والى عقار اخر وشقق اخرى ان شاء الله السلام عليكم كان معكم اخوكم ابراهيم باشق المترجم للقناة